اشتركوا في الدراخن ماذا يتحدث؟ يجب ان اتركوا في الدراخن بس صار شوية ظروف و رح يتأجل اليوم الخميس الفيديو البعد هاد ان شاء الله رح يكون على الماب يجهد وتحليل معلومات خرافية طيب خلنا نرجع لموضوع فيديو اليوم في شفرة سرية موجودة بماب ديرايس اندراخ بمنطقة التنين الاول مثل مشافينا هلا قدامكم وهالشفرة وراها كلام جدا جدا مهم وراح هلا اواش يحكي لكم شفرة بالعربي وترجمها قدامكم بعدين نحللها ويلا نبدأ بالترجمة قدت بالصحفي اللي كان مفروض يوصل القطعة الاثرية صحفي خبرني انه رح يشحن قطعة الاثرية على شاحنته بعلبة خشبية او بيقفص جوا الشاحنة مثل ما وصلت انا عند الصحفي مشان اخذ من القطعة الاثرية الصحفي كان عب يصرخ وتصرف تصرفات غريبة وتصرف بعدوانية ومسكت لي ورقة بايده عبورجينياها من بعيد وكان كاتب بالورقة خليك بعيد لا تقرر اكتر من هيك القطعة الاثرية تحتوي على السحر شرير وعلى سحر قديم واتخبرت انه لازم اخذ القطعة الاثرية واتجهت باتجاه القفص اللي في القطعة الاثرية هجم عليه الصحفي قناة بتكلم كلام غريب عب يحاول يقتلني وانا بسرعة كتعب دافع عن نفسي وطعنته بصدره لانه كان هيقتلني طيب الشراب على الماظن واضح جدا عن شو عب يحكوا شو القطعة الاثرية هاي عب يحكوا عن السامنينكي حكوا لانه الصحفي كان مفروض يودي القطعة الاثرية بشاحنته وكان ورد شاحنه حاطت السامنينكي جوه قفص او جوه علبة خشب مثلو شايفين بالظبط بشادو اوف ايفل لما نبلش اللعب منروح منلاقي السامنينكي موجود بمثل علبة خشبية بشاحنه طيب عرفنا هالكلام الو علاقة بشادو اوف ايفل بين الصحفي منلعب ياخد السامنينكي وشو القصة وما حتفهم شي صح للحديثه هلا راح حللكم الموضوع كله فذكروا ايام يا شادو اوف ايفل معظمكم يحكي裡面 بشار فيه تلفون والمكان المعين بشار فيه تلفون بالمكان 900 وفيه راديوهات وكلام صح طبعا كل التلفونات هاي والكلام الي فيها كان بالصحفي هاد كان بالصحفي هاد عم يحكي بأحد التلفونات كان عم يحكي ان هاد الصحفي مثل بعطول وميروك سيتي او شادو اوف ايفل يعني قبلieving هايكلام وكان الشغله انه شسمع كان شغله انه مثلا يلتقي بالناس هونيك ويحكي عن الحياة هونيك والاجواء ومن هالكلام ويصار يحكي انه عبشوف اشياء غريبة بمورك سيديو من احد الاشياء غريبة اللي عبشوفها هي البيوت اللي منتشرة على الماب واللي عبتخلي الناس يمرضوا طبع هاله البيوت موجودة بشادو في ايفل يلي نحفرها وهي مثل تلكم الزمان اللي شايف فيديوهاتي السابقة انه هي كانت موجودة قبل لتصير زوني من هالكلام انه مثل بيوت غريبة انتشرت على ارجاء المدينة واي واحد بيقرب عليها عم يمرض واحد التلفونات اهم واحد ونتكلم عنه في فيديو اليوم ويلو علاقة بالشيف رحكيت عليها من شوي انه هذا الصحفي التقى بوحد اسمه مستر رات ومستر رات عرض عليه مبلغ جدا كبير مقابل انه يلاحق له بعد العالم ومثل انه يحاول يجيب قطاع اثرية من مكان ونقلها من مكان لمكان ورا خليلكم الراديو هلا اسمعو وراح نرجع ودرجلكم اياه ونحلله اكتر موثل مرات مرات احرمت مقرار و انتوب احرمت احريم باتهم ورغمت باقى حرما احرم لغير هذا ممنون احرمنا عمي إعلى احرمه انه متخسر احرمه حرمت احرمات احرمت احرم ؟ صورة من المتعرب انسيض انسان هل تراجع لكم الكلام باستخدامك باستخدامك مرحبا مستر رات اعتقد ان الوقت في المنزل يجبني بعض يجبني مجرد انسي اههههههههههههههههههههه وجميع ارقامهم مشان تتواصل معاهم بس بالحقيقة انا متوتر جدا لاخر ستة شهور عم اشتغل عندك بشكل خاص وبشكل متخفي و بجمع لك معلومات بس الصراحة انا كله بديه ان اشتغل بمهنتي و اللي هي صحفي هذا ما بيعني اني مالي ممتن لك او شاكر لك بعرف الشكل اعطيتني اياه كان مبلغ جدا جدا كبير ومبلغ ماكتها طلعه بشغلي العادي المشكلة بالاشياء اللي عم تخليني اسوية انا احقلك قطعه اثرية قديمة جدا وعطيك كل المعلومات عنها مهمة اللي بعتني فيها على روسيا لدورلك على الاحجار الغريبة جدا ولو هلا ما قابلتك وش توش اه انا اسف مسترات بظن جو المدينة ااثر علي شوي خليني شوي متوتر شوي معصر عكل حال انا تبقى لاني لاقيك قريبا طيب شباب بالفهم نامنا الراديو انه فوحل اسمه مسترات مسترات هاد معين عنده صحفي مخلص صحفي هاد يلاحق له ناس معينين ويلاحق له يجب له معلومات عن السامرينكي وعن القطعه اثرية وكمان انه بعته على روسيا اللي يدور له على احجار ويعني قطع غريبة صحفي حكى للمسترات اللي هو ممتنع على الشيك العطايا والمبلغ الكبير اللي المسترات دفعه للصعفي بس هو متوتر ويعني مستغرب شوي من الاشياء الغريبة اللي نخليه سويها مثل ملاحقة القطع الاثرية هي السامرينكي وانه بعته مهمة مع روسيا اللي يشوف له احجار وقطع غريبة طبعا المهمة لروسيا واحجار وقطع غريبة ونعرف نحن بالمستقبل انه عندنا ماب بروسيا فعلم اظن هذا مرتبط بالماب اللي هنلعبه بروسيا بشكل جدا كبير طب اشباب لو بتروح بشادو اوف ايفل وبتروح على احد الشبابيك راح تشوفوا صورة زومبي والزومبي مطعون على صدره ومسك ورقة بايده مكتوب عليها ام طبعا لو نربط الاشياء مع بعض راح نعرف انه هذا هو الصحفي نفس الشفرة اللي سمعتوها اول فيديو انه فيه واحد اللي منعرف من هو بالزبط راح والتقى بالصحفي مشان ياخد ان عنده السامرين كي او القطع الاثرية هاي بعدين الصحفي عب يحكيله من بعيد او مثل ما سكت الورقة بايده عم يحكيله لا تقرب اكتر من هيك بعد القطع الاثرية هاي ملاحقة بالسحر شرير او بالسحر قديم بعدين الشخص هداك حكاله للصحفي انه لازم اخد القطع الاثرية هاي وانا اجد وشان ااخدها وراح وقرب على الشاحنة او قرب على البوكس اللي بالشاحنة اللي ياخد القطعة وفجأة الصحفي هجم عليه وصار يحكي كلام غريب كأنه ملبوز جن او شي من السحر لموجود القطع الاثرية هاي وبلش يحاول يعتدي على الشخص هداك شخص هداك كنوع من الدفاع النفس اخد سكين وطاعن الصحفي هاد على صدره لانه الصحفي هاد كان رح يقتله نستنتج انه كل احداث سايل مكتوبة بالشيفرة بماب دراسند راخا كانت احداثها بماب شادو اوف ايفل اول شي انه مثل هداك الشخص اجل عند الصحفي وصحفي كان حاطت السامنين كي والخطع الاثرية بمثل صندوق خشب والصندوق هاد كان حاطه بشاحنته ونفس الشي بشادو ايفل منلاقي شاحنة وفيها صندوق خشب وموجود فيها السامنين كي بعدين انه هداك الشخص الصحفي تعدى على هداك الشخص وبعدين هداك الشخص طاعنه بصدره كنتم شايفين هذا الزومبي او الشخص اللي مطعون بصدره ميت باحد شبابيك بماب شادو اوف ايفل هذا هو الصحفي لو بتلاحظوا يا شباب الصحفي المطعون ماسك ورقة بايده والورقة هاي عليها حرف ام وعنا الشيفرة سرية بماب شادو اوف ايفل وشيفرة سرية بماب دراسند راخ والاثنين فيهم شخص ومكتوب هالشخص اسمه حرف ام وما كنا نعرف ناس كانوا يحكوا ماكسيس ناس كانوا يحكوا دكتور مونتي فسل على ما اظن عرفنا انه هاد هو مستر رات صار القصة بشكل جدا سريع في صحفي اجي على مدينة مورت سيتي ليكتب مقالات على المدينة ويجول مدينة بالليل انه بتاع في مورت سيتي جوها مثل نوادي الليلية ومن هالكلام فاجي على هالمدينة وكان بده يكتب مقالاته وصحفي بعدين التأبي واحد اسمه مستر رات او مستر رات اللي يعني يتواصل مع هاي الشخص وعرض عليه مبلغ مالي ما كان راح يجيبه بشغله العادي ابدا مبلغ مالي جدا كبير والمبلغ مالي هاد صار يطلب انه يسوي اشياء غريبة مثل جمع له معلومات عن ناس معينين ويلاحق له قطع اثرية وبعدين دبعته على مهمة على روسيا مثل او جمع له معلومات عن احجار غريبة بعدين بشي فردين رأس اندراخ اللي عرفنا انه كان في شخص لازم ياخد السامونينكي من الصحفي هاد وراح واتفق معه بمكان معين اللي هو بشادو اوف ايفل مكان معين وكان صحفي هاد بشاحنه وبشاحنه عنده صندوق وصندوق هاد فيه السامونينكي لما هاداك شخص قرب من الصحفي لا ياخد منه السامونينكي الصحفي مثل حكاله او كتب له ورقة او من بعيد حكاله لا تقرب اكتر من هيك القطع هاي ملاحقة بمثل سحر شرير او سحر قديم فالشخص هاداك ما رد عليه وحكاله انه لازم اخد القطع هاي وقرب مشان ياخد السامونينكي والصحفي فجأة هجم عليه وصار يصرق ويحكي كلام غريب وبعدين الشخص هاد كنوع من الدفاع عن نفس طعنه بصدره وبعدين بشادوف ايفل شفنا انه الصحفي هاد موجود قطعونه بصدره وماسك ورقة مكتوب عليها ام وام عرفتنا فيه شفرة سرية بما بشادوف ايفل بتحكي عن الشخص ام والشفرة السرية بما بجلاس اندراخ بتحكي عن حرف ام او الشخص ام وراح احكي عن الشفرتين هدول بفيديوهات مستقبلية ان شاء الله ولهنرثنا يا شباب انه هذا الشخص ما اخد السامونينكي الشخص اللي طعن الصحفي واللي كتب الشفرة بما بجلاس اندراخ راح بدون ما ياخد السامونينكي ما عنا اي سبب لسبب الاسباب هي كان تعرض لخطر او تعرض لسحر السامونينكي بس ما مار هو لشي انه راح وكتب الشفرة وكتب هالقصة كلها بس اللي بنعرف انه ما اخده لانه بشادوف ايفل بداية الجيم شخصيات طن اربع بلاه السامونينكي مكانه بالبوكس الخشبي اللي موجود ورا الشاحنة الشخصيات الغريبة بالموضوع كله هاد ولي معنى معلومات زيادة عنه هو مستر راتس مستر راتس هو اللي خل الصحفي هاد يسوي له هالاشياء هاي كلها وكرمان نعرفنا انه الصحفي حكاله مستر راتس انه بعتليه مبلغ كبير خلتني سوي لك هالاشياء ولهلأ اول مره التأيتك وجهت وجهه انه هاد الشخص مستر راتس جدا سري وما بده اي حدا يعرف مين هو ومعنى معلومات عنا ما عنا معلومات عمستر راتس ابدا بسط الزومبي اول برا نسمع فيه بشادو اوف ايفل وعرفتني انه مهم لها الدرجة مهم لدرجة انه بيعرف عن السامنينكي وانه بيعرف اشياء غريبة بالروسيا اللي هلأ نحنا ما منعرفها وعنى شيفرة السرية بما بشادو ايفل عمستر راتس وشيفرة السرية بما بديل اسندراخ عمستر راتس او واحد اسمه حرف ام واستنتجنا انه هو مستر راتس ومات عنه بالقصة ولا اي شي وبس شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون اعجبكم اتمنى الشباب لانتو تعمل الفيديو بزر اللايك وكتبوا في الكومنت مين بتظنوا هالشخص بستر راتس وشو رأيكم بالقصة هاي بشكل عام ولسه فيه شيفرات سرية اكتر بيوم بديل اسندراخ كلها ان شاء الله راح حللها اول ما تنزل الماب او دلسي القادم والفيديو الجاي متل ما وعدكم راح يكون شرح كل شي عن الماب القادم وكلية تسريبات وشفرات اللي علاقة بالماب القادم فاستنوا وبس كانوا الوقت بشاركي ايالا وشاركي الكيش كيف ديها التاني ان شاء الله مع السلام